موسيقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابتي والتابعين واجعلنا منهم يا رب العالمين وبعد فإن الله عز وجل من فضله علينا وكرمه إلينا جعل لنا هذا السبيل المستقيم الذي رسمه لعباده وجعل عليه الأنبياء والمرسلين وعلى رأسهم سيد الأولين والآخرين ولهذا نقرأ قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ولو تأمننا في هذه الآية لرأينا أن الله تبارك وتعالى صدرها بالتوكيد إن الذين قالوا ربنا الله لم يأتي الكلام بلا توكيد لماذا؟ لأن كثيرا من عباد الله يشكون في المعاني وقد ينكرون ما تحتها من آيات وما حولها من معاني تتصل بالمعنى الأول إن الذين قالوا ربنا الله هذا توكيد على أن الإيمان بالله هو الأصل هذا الإيمان هو الذي يجعل الإنسان في بحبوحة من حياته لماذا؟ لأنه اتصل بالله فإذا ما اتصلت بالخالق إذن فكل المخلوقين يكونون من حولك وأنت موصول بالله فأنت أعلى منهم إلا من كان على مثالك ولهذا جاء النظم الكريم على هذا الحال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على الخط الذي رسمه ربنا في كلامه سواء كان من أمة سيد المرسلين أو كان من الأمم السابقة لأن دين الله واحد وطريق الله واحد والأنبياء والمرسلون كلهم جاءوا بهذا السبيل القويم الذي من سار عليه فإنه يكون في معية مولاه ومن كان في معية مولاه فإن الله يتولاه في دنياه وله يوم القيامة جنة عرضها السماوات والأرض وعدت لأمثاله من المتقين ولهذا ترى المعنى يتفق في هذه الآية مع ما قلناه من الآيات الأخرى إن الله يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزن يعني يقولون لهم إما بكلام وإما بإحساس يراه المؤمن في قلبه يرى بإيمانه إحساسا يدل على الأمن والأمان ويدل على الهدوء والسكينة لماذا؟ لأنه آمن بمولاه وعاش حياة ملؤها لاتصال بالله كما قال أحد شيخنا قال إن هؤلاء الذين يعيشون مع الله يعتصمون بمولاهم ويسيرون في حياتهم ولهذا أعد الله لهم هذه الجنان الملائكة تقول أبشروا أيها المؤمنون بجنة أعدت لكم فيها ما لا عين رأت إلى آخر ما ورد في الحديث أسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء وأن نكون مع سيد الأولين والآخرين في جنات النعيم هذا الله تعالى ولي التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تبارك وتعالى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن الله عز وجل حينما بشرنا بالجنة فقال عز من قائل وأبشروا بالجنة بالألف واللام هذا يدل على أن الجنة أصبح لها في أذهاننا صورة هذه الصورة على قدر ما نفهم في دنيانا ولكن ما عند مولانا في جنة المولى في الآخرة فإنه أعلى وأغلى من هذا ولهذا قال وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ومعنى توعدون أي وعدكم الله بها لأن الله عز وجل لما خلق الجنة وعد المؤمنين بهذه الجنة التي خلقها وأودع فيها من النعم ونعم الله في الجنة فيها قلود يعني ليست نعما زائلة كما في الدنيا نعم الدنيا تنتهي ولذلك أراد الله لأهل الإيمان أن يعيشوا في دنياهم عاملين ليكونوا آمنين مطمئنين في جنات عرضها السماوات والأرض وقد أعدها الله لمن أطاعه وسار على المنهاج من وراء المرسلين إلى آخر المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يقول وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أي وعدتكم بها ولهذا لما خلق الله الجنة وخلق النار احتجت الجنة والنار يا ربي ماذا سيكون من العباد في كل من الجنة والنار فالمولى تبارك وتعالى وعد الجنة بأهل الإيمان والضعفاء من أهل الإيمان ووعد النار بالمستكبرين والكافرين والذين عاشوا حياتهم بعيدين عن مولاهم وأخذوا حياتهم على ما يرضيهم مقطوعين عن المولى الذي خلقهم وسواهم ولهذا جاء في الحديث القدسي ولكليكما علي ملؤها يعني الجنة ستكون مليئة بأهل الإيمان وأهل العبادات والذين اتقوا ربهم وعاشوا حياتهم على سنة نبيهم هؤلاء هم أهل الجنة والكافرون سيكونون بكل أشكالهم في النار لماذا لأن الله أعد لهم النار والمولى عز وجل قال هذا على ألسنة المرسلين حتى يعلم كل من كان في أرض الله من عباد الله ما الذي ينتظره في نهاية هذه الحياة إن كان من أهل الإيمان فله الجنة وإن كان من أهل الكفران والعصيان فله جهنم وبئس القرار يأتي كلام الله عز وجل حينما يقول المولى عز وجل التي كنتم توعدون قال البيضاوي رحمه الله ألا تخافوا ما تقدمون عليه يعني أنتم قادمون على رحمة ربكم وأبشروا بالجنة التي وعدكم بها مولاكم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فاللهم اجعلنا من أهل الإيمان واجعل لنا من مغفرتك يا رب العالمين ما يكون سبيلا إلى دار الجنان مع سيد الأولين والآخرين إنك يا مولانا نعم المولى وأنت نعم المصير والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة